مع اقتراب حلول عيد الأطحى تشهد أسواق وفضاءة بيع الأضاحي بجهة الرباط سلاز مرزعير رواجا كبيرا من حيث وفرت العرض الذي ينهز 520 ألف رأس مقابل الطلب الذي يقدر ب500 ألف أطحية خلال زيارة ميدانية لسوق بيع الأضاحي بعين العودة بالمجال الترابي لعمل تسخيرات تمارا أشار عدد من الكسابة إلى ارتفاع أثمينة الأعلاف التي تثقل كاهل الفلاح رغم الدعم الذي تقدمه الدولة من المشاكل المطروحة حاليا في السوق هو أن الناس تشكوه شوية من السنك غالي عليهم ثانيا في الوساطة هم الذين ينفخوا السوق هم الذين يخرجوا على السوق حيث كانت القلبهما كانت شراء بعض الأختارات كانت شراء واتباع عشرات الأختارات الفلاح يضيع حيث هو الذي يكون في الأول ويأتي الآخرين الذي يستفدون من المجهود بالنسبة لكسابة سأقول لك تمارا نقص نظرا للغالاء دي العلف والفلاح منتفع بكل صراحة كساب راتي عاني بكل صراحة تمارا تشوفه ما بين 36 38 42 42 وراموكل بكل صراحة راموكلها كل شيء تعرف هذا شيء وحسب المديرية الجهوية للفلاحة لجاة الرباط سلاز مرزعير فإن العرض بالنسبة لأضاح العيد تميز هذه السنة بالوفرة نتيجة توالي مواسم فلاحية جيدة ساهمت في توفير الكلائي والرفع من مستوى إنتاج القطيع وتحسن حالته الصحية المصالح البيطارية التابعة للونصة في هذه الأيام التي تسبق العيد فتقوم جولة ميدانية في الأسواق وكذلك في المراعي المراقبة للحالة الصحية للقطيع وكذلك تكون العمل ميداني على الصعيد المراقبة للنقاط الحدود لمنع ظهور مرض الحمال القولاعية بالنسبة للعرض فهو بالنسبة للأغنام هو الحمد لله لحد الساعة اليومنا هذا لأن السوق تبدل يوم بيوم لحد الساعة ثمان مناسب كي مع المشاكل التي تعترض في اللاحة من ضمنها الأعلاف أثمنة الأطحية تخضع للعرض والطلب وتختلف حسب الجودة والصنف وسن الأطحية وكذا حسب المناطق وأماكن البيع أما جهة الرباط سلازم مورزعير فبحكم موقعها الجغرافي تعتبر وجهة لعدد كبير من الكسابين الذين يتوفدون عليها من مختلف مناطق الإنتاج بالمغرب كالأطلس المتوسط ودكالة والحوز والمناطق الشرقية